المهتمين للسفر إلى الصين ألف مبروك الآن الوتيرة للسفر إلى الصين رجعت مثل زمن مثل قبل الوباء الصين فتحت الأبواب بتسهيلات مرة كبيرة حتى بعض الدول أصبحت الحصول على التأشيرة أفضل من قبل الوباء حبيت في هذا الفيديو أشارت معكم أمرين تكاليف للسفر إلى الصين وما هي أهم الإجراءات للسفر إلى الصين في زمن ما بعد الكورونا طيب سأشارككم سبع تكاليف وسأشارككم أيضا سبع إجراءات فنبدأ الآن مع التكاليف السفر إلى الصين أول تكلفة هي التذاكر الطيران وهذه بعد الوباء أصبحت رخيصة تقريبا نفس الرينج اللي قبل الوباء تقدر تقول من الإمارات اللي بوانجو مثلاً رح تكلفك 500-400 دولار من الرياض مثلاً السعودية إلى قوانجو رح تكلمت أيضاً كون وي يعتansen على 500-400 دولار في تذاكر موجودة 500-600 دولار موجودة لكن المعدل العام ألف دولار للتذاكر الذهاب والأيام الرينج اللي هو المتوسط هو ألف دولار كالذهاب وإيام طبعا هناك قواعد في موضوع الحجز الطيران أولا أنصح دائما تستخدموا Google Flights استخدموا Sky Scanner موقع Sky Scanner يعطيكم أرخص التذاكر لما نحاول نحجز من المتسطح المخفي لأنه هم يعرفوا البيانات ويلعبوا في حاجة اسمها Dynamic Pricing اللي هو التسعير الديناميكي فهو بناء على اهتمامك يلعب بالأسعار فأنتوا تدخلوا من المتصفح لما خلاص نويتي تحجز تدخلوا من المتصفح المخفي وتحجز الطيران من النصائح طبعا أنه هناك قاعدة يعني كلما كان ترانزيت أكثر مثلا جدة دبي مانيلا فلبين بعدين قوانجو كلما كان ترانزيت أكثر كلما كانت أسعار التذاكر أرخص لكن مرهقة نوعا ما فأنت بدك تسأل نفسك ما عندك مشكلة بالسفر والإرهاق بعض الناس ستمتع بعض الناس لا مرهقة أنا أريد مباشرة يعني one way أو direct flight فكلما كان ترانزيت أكثر كلما كان طبعا أرخص كلما حجزت بدري كلما كان أرخص فهذا فيما يخص تذاكر الطيران البند الثاني في موضوع التكاليف هو موضوع يقامة الفندق طبعا طبعا ممكن تأخذوا قلم ورقة عشان تحسبوا تحسبوا التكاليف أنا أنصح أنه كل شخص يأخذ قلم ورقة وتحسب التكاليف فتذكرت الطيران تكلمنا الأفريج ألف دولار من الوطن العربي إلى الصين ذهاب وإياب بالنسبة للفنادق رح تكلفك على حسب المدينة طبعا لكن في الأفريج رح تكلفك 100 دولار إلى 150 دولار 80 دولار في هذا الأفريج فبدك تضربها في عدد الأيام فإذا رح تقعد 7 أيام 100 دولار في 7 إذا 14 يوم في كذا إذا 30 يوم وهكذا فهذه التكلفة موضوع الفنادق يعتمد على حسب المدينة لأنني أعطيتكم الرينج المتوسط العام لأسعار الفنادق في الصين بشكل عام البند الثالث في موضوع التكاليف هو موضوع رسوم التأشيرة إلى الصين ورسوم التأشيرة طبعا يعتمد بعض الدول العربية ما تحتاج تأشيرة سأفصل فيها لما تتلم على موضوع الإجراءات فرسوم التأشيرة يعتمد هل هي أكثر من مرة يعني في بعض التأشيرات تقدر تدخل فيها الصين أكثر من مرة مرتين ثلاثة خمسة كم مدتها فيعتمد لكن في الأبريج بالمعدل العام قيمة التأشيرة هو من 100 إلى 200 دولار وهذه تدفعها فقط مرة واحدة الموضوع الآخر موضوع الأكل الأكل في الصين ذات الأكل العربي كثير من العرب ما يحبوا الأكل الصيني فيأكله في المطاعم العربية الأكل غالي يعني حتى أشوف أنه أغلى حتى من السعودية غالي الأكل في العربي غالي رح يكلفك في اليوم المتوسط ما بين 80 إلى 100 دولار إذا بتأكل كويس يعني أتكلم فبدأك تحسب 800 دولار في عدد الأيام رح يعطيك كم كم الإجمال يعني فإذا 7 أيام على 700 دولار إذا 14 يوم فهذا بشكل عام التقدير الأكل الناس رح تأكل في المطاعم العربية لو تأكل في مطاعم صينية رح توفر بشكل كبير لكن كثير من العرب ما يحبوا الأكل الصيني البند الخامس الخاص بموضوع التكاليف السفري للصين هو موضوع التنقل مثلا التنقل داخل مدينة جوانجو أو التنقل بين المدن المتخصصة طبعا المواصلات بشكل عام هي أغلى من الوطن العربي والسبب أن الصين يجيبه الديزل والبنزين من وين من الوطن العربي فبالتالي هو أغلى من الوطن العربي تكلم عن التكاسي القطارات لكن اللي رح يستخدم المواصلات العامة الباصات ما أنصح فيها المترو رح يوفر كثير لكن بشكل عام رح تكلفك 80 إلى 100 دولار يوميا 50 دولار تقدر تقول بعض الناس 50 دولار إذا ما رح تنقل كثير إذا أكثر من مدينة رح تكلفك إلى 100 دولار فبالتالي بدك تحسب 80 دولار المتوسط في عدد الأيام اللي رح تبقى فيها الصين البند السادس هو موضوع المترجم أو مش فقط مترجم إنما مرافق يعني يكون مرشد لك هذا تكاليفه الشاطر الجيد اليوم يصل إلى 200 دولار 250 دولار 300 دولار إذا مترجم مترجم يعني ما عاد لهم قيمة يعني لأنه إذا ترجم وفقد اليوم التطبيقات الترجم وين المسألة فأنا ودي شخص فاهم الصين يساعدني في عملية التوريد والاستيراد وإيجاد الموردين وكذا فهذه رح تكلفك في 150 دولار موجود 200 دولار فبدك تحسب 200 دولار في عدد الأيام اللي رح تبقى فيها في الصين الأمر الأمر السابع المتعلق بالتكاليف هي النفقات الترفيهية الصين بلد جميل جدا في موضوع السياحة والجانب التجاري غطى على الجانب السياحي والمناظر الجميلة والأماكن السياحية لكن اليوم كثير من التجار بدأ فعلا يعرف أنه لا الصين جميلة خليني أنا أجي حج وبيع مسابح أنا أبيع وأشتري واستورد وأيضا استمتع بوقتي في الصين فالنفقات وأنا أنصح دائما بالسياحة في الصين بلد مرة جميل لكن جانب التجاري غطى على الجانب السياحي لكن استكشفوا الصين بلد حلوة جميلة طبعا النفقات السياحية تقدر تكلفك ما بين 500 إلى 700 دولار في كل الرحلة تقريبا يعني جيدة أنك تروح عن نفسك وترجع إلى بلدك بروح كذا جديدة وثانية الآن نجي إلى موضوع إجراءات السفر إلى الصين ما بعد الوباء أول إجراء هو ضع هدف للرحلة تقول لي طيب يا سيدة عبد الكريم ما هدف هذا يعني مثل هدف مثل مثلا زيارة المصانع الفلانية أو مثلا خط إنتاج الفلاني أو مثلا زيارة استكشافية طلاعش باع فضول ما هو هدف من الزيارة تأسيس عمل في الصين بحث الفرص التسطيل إلى الصين زيارة المعارض معرض كانتون معرض المتخصص في مجالك ما هو الهدف من زيارة الصين حماية الفكرة عندي منتج جديد أريد أحمي الفكرة تبعه مثلا هذا أول إجراء أول خطوة من خطوات السفر إلى الصين الإجراء الثاني هو عمل التأشيرة إذا يلزم طبعا بالنسبة للتأشيرة هناك ثلاث أنواع من الدول في دول ما تحتاج تأشيرة وفي دول تحتاج تأشيرة بمطلبات بسيطة يقول لك أطيني حاج طيران أطيني حاج فندق مثلا وفي دول الحصول على التأشيرة مرة صعب يعني يطلبوا دعوة تجارية لو دعوة تجارية محلولة يعني ممكن نعملها لكن دعوة حكومية لازم تكون موثقة من الحكومة الآن بالنسبة للدول اللي ما تحتاج تأشيرة في الوطن العربي دولتين فقط قطر والإمارات بالنسبة للدول اللي تحتاج تأشيرة بالطلبات بسيطة أغلب الدول العربية تتكلم على السعودية الكويت عمان البحرين مصر السودان العراق كثير من الدول العربية طيب الآن الدول اللي تحتاج طلبات صعبة هي الدول اللي فيها حروف مشاكل سوريا اليمن ليبيا تقريبا فأغلب الدول العربية هي من ضمن الدول اللي تحتاج طلبات بسيطة وسهلة في جزء قليل من الدول ما تحتاج تأشيرة وفي جزء قليل من الدول تحتاج طلبات صعبة عشان تقدر تحصل على موضوع التأشيرة الإجراء الثالث هو قبل السفر تنزيل التطبيقات اللازمة والسبب أن الصين عالم مختلف تماما يعني إذا ما نزل تطبيق VPN اللي هو أهم تطبيق تنزله وVPN رح توصل للصين رح تكون مقطوع تماما عن العالم الخارجي ما في واتساب ما في استجرام ما في سناب ما في يوتيوب ما في جوجل ما في تويتر كل هذه التطبيقات غير محضورة في الصين فتحتاج إلى تطبيق VPN بالإضافة إلى تطبيقات التنقل داخل الصين تطبيقات البنوك والمالية والصرف تطبيقات الإيجاد الموردين تطبيقات المعارض تطبيقات الأكل تطبيقات الترجمة سعر الصرف كل هذه التطبيقات طبعا سأعطيكم في النهاية سأعطيكم فيديو يعطيكم يجمع لكم كل هذه التطبيقات وكيف تستعملها ومن وين تنزلها بالضبط الأمر الرابع هو موضوع عمل المباحث اللازمة في مجالك يعني كثير من الناس للأسف يسافر الصين وما يجهز صح للسفرة بالمعلومات يعني عدم التجهيز الصحيح لسفرة الصين تكون النتيجة زيارة غير مرضية أو فاشلة فلازم أعرف هذا المنتج ما هي الميزة التنافسية سأضيفها أنت رح تروح على البلد صح صعر ورخيص لكن عنده ميزة ثانية أنه يعمل تصليح حسب الطلب فما هي الميزة سأضيفها ما هي الأسعار في البلد ما هي الأسعار هناك ما هي الرينج ما هي المدن المتخصصة بهذا المجال ما هو الرينج الأسعار ما هي المصانع اللي رح ركز عليها بأول يوم أوصل وتواصل معهم حتى من قبل فكل هذه التفاصيل لازم تكون عارفة لازم تكون عارفة ما معنى استيراد لازم تعرف ما معنى CIF لازم تعرف ما معنى FAQ لازم إذا ما قاعد تتكلم لغة واحدة مع الموردين يقول لي خليني أتعلم منهم ما رح يعطوك وجه رح يكون موقفك التفاوضي الرعيف بعضهم حتى ما رح يعطيك وجه حيث أنا طابور أمام المصانع والشركات ما هو فاضي يعلمك هذه الأمور ورح يعرف أنك مبتدأ أصلا فتعلموا الإنسات والتصدير تعلموا كل ما يتعلق بالمنتجات تبعكم الموردين السوق حجم السوق وين المدن المتخصة كل هذه الأشياء ولا أنصح دائما بحضور دبلوم الاستيراد الآمن والناجح حيفيدكم شكل مرة كبير في هذه المسألة يعني الحمد لله مسؤول على الكثير من نجاحها فهذه فيما يخص التحضير الجيد قبل ما تسافر الصين الموضوع الخامس هو حز الطيران وتكلمتنا بالتفاصيل عن حز الطيران متى نحجز ما هي المواقع ترانزيت أرخص متى يكون أرخص أفضل مدينة توصل إليها طبعا أفضل مدينة توصل لها هي المدينة القريبة من تخصصك طيب الآن إذا ما تعرف وين بالضبط أفضل مدينة تنزلوا لها هي مدينة قوانجو مدينة قوانجو هي البوابة التجارية للصين يعني بيجين هي العاصمة السياسية شاهاي هي العاصمة المالية قوانجو هي البوابة التجارية أغلب المصانع والشركات لديها فرع قوانجو في أسواق الجملة في قوانجو الأمر الآخر اللي يخليك تروح على قوانجو أن أغلب العرب التجار هناك المطاعم المكاتب البيئة تتعلب منها الأمر الثالث أن دائما التذاكر اللي إلى قوانجو في الغالب بشكل عام أرخص من التذاكر اللي إلى خانجو أو مدينة شانهاي أو مدينة بيجين الأمر السادس هو موضوع عمل فحص الكورونا طبعا فحص الكورونا إلى الآن مازال مطلوب تم إلغاءه على بعض الدول أو ما نقول إلغاءه تم تخفيف الشروط يعني مثلا مصر الآن إذا تطلع من مصر كل المطلوب منك هو فحص منزلي تأخذه من الصيدلية أو حتى من المطار تشتريه يعني بينما الدول الأخرى الآن متطلب فحص كورونا قبل السفر بـ 48 ساعة الآن تقريبا ما فيه مطلبات مستشفيات معينة ممكن طبعا عندما تأخذ التأشيرة تسأل السفارة هل فيه أماكن معينة لازم أعمل فيها الفحص كان في السابق لازم أماكن معينة الآن حسب معرفتي مسموح من أي مكان تأخذ الفحص فهذا فيما يتعلق بالفحص أتمنى إن شاء الله عز وجل أن يتم إلغاءه تماما في القليب العاجل الأمر السابع هو موضوع التنسيق المسبق للاستقبال أحد يستقبلك في الصين الصين بلد عالم آخر يعني نقدر نقول كوكب الأرض كوكب الصين فتحتاج فعلا أحد يستقبلك إذا سافرت بدون أحد يستقبلك بذات أول مرة راح تشعر بضيق مو كل الشعب يتكلم إنجليزي يعني أوكي هذا من تحسن مساء لسنة المطارات كبيرة البلد كبير تقدر تضيع فيها بسهولة يحتاج فعلا أحد يعني يمسكك من البداية ويرشدك يعني يمسك الخير من البداية ويدلك على بعض الأماكن يستقبلك في المطار فيها راحة نفسية يعني جد فيها كآبة أنا أذكر أول ما جيت ما أحد تستقبني فهذه كانت أهم الإجراءات الخاصة بالسفر للصين في هذا الفيديو شاركت معكم ما هي تكاليف السفر إلى الصين وما هي أهم الخطوات للسفر إلى الصين في زمن ما بعد الكورونا طبعا أنا عندي ورشة للناس المهتمة بالسفر إلى الصين عندي ورشة في غاية الأهمية لكل من ينوي السفر إلى الصين وهذه الورشة أشارك معكم كثير من الأشياء والأسرار المتعلقة بالسفر إلى الصين خلاصة خبرة يعني 15 سنة هنا في الصين ودائما أشوف الناس اللي تزوروا الصين وتسافروا من الصين فسأشارك معكم هذه الأسرار خلال تقريبا نصف ساعة على الطبق من ذهب فاللي مهتم بالسفر إلى الصين فأدعوكم إلى التسجيل في الورشة وأيضا سنعطيكم دليل عندي دليل اسمه الدليل السفر إلى الصين سوف يكون أيضا بين أيديكم سيفيد بشكل مرة كبيرة الناس اللي راح تسافر إلى الصين فنعم سأترك لكم الرابط في الوصف نعم أنا كنت وعدكم أعطيكم فيديو يشرح التطبيقات اللي راح تحتاجها عند زيارة الصين سأترك لكم الفيديو هنا وأشوفكم على خير يا أهلا اشترك في القناة لتتعلم كيف تبني ثروة من مشاريع الاستيراد والتصدير شكرا 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 شكرا